بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط في هذا الدرس طبعا درس لهذا اليوم هو صفحة 54 وكذلك صفحة 55 طبعا درس لهذا اليوم هو يتحدث لي عن قصة الراعي اللي موجودة هنا إذا ما فهم القصة القطعة من الكتاب تعال أول بداية قدم الدرس للتمرين الثاني شوفها وبعدها نتحل هذا اليوم أما إذا أتحالهن أو قاريها وفاهمها بالكتاب وياي لا ما يحتاج مباشرة نحل لذلك إذا ما فهم قدم لهذا التمرين إذا فهم لا يلا نجي لسنعيت الدرس الثامن يونت ثري الوحدة الثالثة اللي تحت عنوان once upon a time اللي هي مرة عبر الوقت أو نقول عليها كان يا ما كان في قديم الزمان كيفك هو هذا معنى التعبير طبعا أنا شارحها بالكتاب الملون اللي هي قطعة الراعي الزطة القصة الراعي تقدر أيضا هناك تشوفها وتقدر هناك تتابع وياي يقول look at انظر إلى the pictures الصور هذا النصور do you know this story هل أنت تعرف هذه القصة هاي القصة تتعرفها إلا ما تعرفها لو تقدم لو تروح تشوفها بالكتاب من يمي منك listen to the story إلى القصة and put وضع the pictures الصور in order في الترتيب الصح طبعا هناك الدرس الأخلاقي من هذه القصة أو هذه القطعة عزيز الطالب أنه يحف على عدم الكذب ليه شيء ينكذب دائما يؤدي إلى المهلكة ويؤدي إلى عدم المصداقية وما حد يصدق بك حتى لو كنت تتحدث بصدق لذلك الغرض من عندها أنه لا تكذب لا تكذب وحرام وماء الله وبالقرآن ودير بالك ومع هذا أسف بعض الناس تكذب نجي المن تجي بس أنت لا تصير مثل هذه النوعية صير من النوعية اللي الله يحبها ويرضى عليها فبعدتك كل واحد بكيفة نجي المن نجي لهذه الصور الصورة الأولى هذا كان هنانا شعر بالملل فهذه الصورة الأولى من نابدة المصيبة من نابدة الطلابة فهو شعر بمن شعر بالملل فجدت فكرة شي سوي يقول يابا إجان الذئب وراح وين راح للقرية إش قال لهم؟ قال لهم وولف وولف ذئب راح يأكل أغنامي أو أكل أغنامي إذن هاي الصورة الثانية إجعوا هذول رجال القرية رقضوا رقضوا يا وين لحد الأغنام للحقل بالحقل فإجعوا شافوا الأغنام تأكل بسعادة فهو من شافهم عود ضحك عليهم أبو حليك أوكي عود ضحك عليهم وهذا ضليف كهكة فهم ضاجوا من عنده ورجعوا فهذه اش تعتبر الصورة الثاثة بعدها عز الطالب بعدها إجع مرة ثانية مرة أخرى وقال لهم قال لهم ذئب ذئب أوكي هم هم صدقوا ورقضوا ورقضوا وشافوا شنوى شكوا أنه الأغنام تأكل بسعادة وماكو شيء إذن هاي الصورة الرابعة وده أرقماني انتبهوا ياي الصورة الخامسة إجذب الحقيقة هنا إذن هسه صارت صدقة إجذب أخذها لواحد من الأغنام ما لا تأكل فهو سوى أرقض للقرية طبعا هاي الخامسة وقل لهم طبعا هم أكيد هنا بالبي راح يقلوله ليست هذه المرة ما راح نصدق بيك فهذه ساتة وما حد صدق بيه سوى رجع المن للحقل ولقي أغنامه كل هنميتات أوكي كل هنميتات فهذا الترتيب السابع هذا عز الطالب بالنسبة للقصة مالتنا وهذا ترتيبها راح نيجي المن نيجي للتمرين الأول التمرين الأول اللي موجود هنا عز الطالب لو تلاحظ ياي قل لك لسن أضغي لقصة للقصة في كتابك اللي قلت لك عليه أو تقدر تقدم للتمرين الثاني أوكي أجن مرة أخرى واجاوب الأسئلة أكتب لملاحظات يعني لا تكتب جملة كاملة لحظ هذه طبعا كلمة شابرد مو أف احنا متعودين البيئة تشتلفظ ف لكن هنا ب شابرد فيل كيف شعر الراعي كلمة شابرد معناها الراعي أو كيف شابرد الراعي فيل شعر كيف شعر الراعي أول بداية طبعا أول شيء شعر بورد بالملل فهذا جواب النقطة نجي للنقطة بيه هو قال هذا صحيحا كان هذا صح كلامه الجواب عزي الطالب ناو طبعا هو يعني كان صادق بكلامه لو كاذب أكيد كان كاذبا فكلمة true يعني قصص صادق لو كاذب فجواب ناو مضحات الفكرة فلم يكن هناك ذئب بالعصل لكن في بداية الحديث في بداية القصة ما اكون فهو قال أنه ووف كان يأكل أغنامه هل كانت صادقاً؟ جواب نو هذا بالبداية لكن بعدين لا نجي المال للس ماذا كانت الأغناب تفعل؟ عندما ذمين الرجال ركضوا إلى الحقل يعني شان أن يسون أكيد يأكلن بسعادة لاحظ يأكلن بسعادة ماكو لا ذئب ولا كل شيء يمهن فأعيد ماذا كان يفعل أو تفعل الأغناب عندما الرجال رجال القرية ركضوا إلى الحقل شان يسون أكيد يأكلن بسعادة نجي لأدي كم عدد المرات هم ذهبوا إلى الحقل كم مرة تشذب عليهم طبعا إش كم مرة خلاهم يرقضون أربع مرات تقدر تقول تقدر تقول تقدر تقول بس أربعة وتقدر تقول وضيفي لها كلمة أربعة مرات كيفك نجي للا هل هم رأوا ذئبا؟ هل هم رأوا ذئبا؟ شافوا ذئب؟ أكيد لا لا تقدر تقول بس نو تقدر تقول ماذا؟ ماذا؟ رأى الراعي في اليوم الخامس إذن شو كم مرة هم أخذهم؟ أربعة أيام أربع مرات خطئة هم ما يرقضون أوكي؟ لكن باليوم الخامس صار الحج صدق فماذا؟ رأى الذئب في اليوم الخامس أكيد أولف شنو معنا أولف؟ ذئبا أوكي؟ هذا جوابا نجي لجي لماذا؟ لماذا؟ الرجال لم يذهبوا للحقل بالمرة الخامسة ليش ما راحوا؟ بعد ما يصدقونه لذلك نقول إحنا لا تشذب أو بين قوسين النجاة أو النجاة في الصدق أو النجاة في الصدق بعد ما أعرف فلاحظ عزي الطالب لا يصدقون ذي شابرد اللي هو الرأي ما صدقه بعد به نجي للح لماذا؟ بكى الرأي لأن الأغنام كله ما تنسزين ما مات هو أوكي؟ فلاحظ الجواب كل الأغنام كانت ميتة وإذا تريد تحذف الوير كيفك؟ تقدر تقول كل الأغنام ماتت بدون وير وأنا نخذيك جواه خط حتى قلت لك تقدر تحذفها وتقدر تخليها هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى شرح وتفصيل صفحة 54 راح ننتقل عنيك على صفحة 55 نعيد قراءة القصة عزيزي الطالب بشي يقول لك؟ يقول لك يقول لك ريد هنا عالمك علي من على القراءة ريد اقرأ القصة عن الراعي اكتب الكلمات المفقودة عن الراعي والعبارات نجي أول بداية once upon a time ذات مرة أو كان يا مكان في قديم الزمان أو مرة عبر الوقت كيفك؟ ش تريد ترجمة ترجمة نجي من تريد تبدأ قصة بالماضي تجد قلهم بالانجليزي once upon a time once upon a time نجي there was كان هناك شنوش كان هناك a shepherd شنوشابرد راي كان هناك راي he هو was كان بيش يشعر bored بالملل هو كان ملان يشعر بالملل bored معناها يشعر بالملل اوكي بعد لو تلاحظ عزي الطالب I have done أنا لم أعمل nothing all day يعني أنا ما سويت كل شي اليوم I have done أنا قد أنجزت عملت لا شيء all day طوال اليوم يعني كل شي ما سويت he said هو قال اش قال قال أنا قد عملت لا شيء طوال اليوم هو قال then ثم he had هو أصبح لديه أو هو كان لديه an idea فكرة شين الفكرة أن يتشذب عن ناس he run هو ركض into the village هو ركض إلى القرية and shouted and shouted وصيح صرخ شبيهم لاحظ run to the field ركض إلى الحقل run ركض to إلى the field الحقل but لكن there was لم شوف هاي no معناها لم was يكن هنالك لكن لم يكن هنالك but there was no no شين هو no wolf لا شوف but لكن there was no ليس لو لم يكن هنالك ذئب and where the sheep اللي هي الأغنام where كانت eating تأكل happily بسعادة لاحظ the shepherd ايش راح يسوي laughed ضحك loudly ضحك بصوت مرتفع ضحك على روحه طبعا والله ما ضحك عن ناس خطية دول راح ووجه واربع مرات ما خسروا شي لكن هو اللي راح يخسر كل أغنامه the shepherd الراعي laughed ضحك loudly بصوت مرتفع that's not شوف ما راح يردون عليه that's not funny هذا ليس مضحك يعني هذا الشي سويته مو مضحك one of the men said أحد الرجال قال one معناها أحد of the men الرجال said قال طبعا شون قال قال أنجرلي شوف أنجرلي عز الطالب بغضب يعني قال لهذا ليس مضحك أحد الرجال شنو أنجرلي بغضب لاحظ the shepherd the shepherd did this يعني shepherd فعل هذه فعلته اللي كسة جاي بالناس كم مرة four times أربع شوف فور معناها أربع times مرات أربع مرات and the main الرجال went ذهبوا to the field للحقل every time كل مرة سواها بها مش كم مرة did this فعل هذا four times أربع مرات and the main الرجال رجال القرية went to ذهبوا إلى the field field معناها الحقل every time في كل مرة on في شوف شوف on the fifth day في اليوم الخامس the shepherd الرعي saw رأى a wolf ذئبا near his sheep وهذه المرة اليوم الخامس ترى صديق شاف صديق رأى شاف a wolf ذئبا near بالقرب من his sheep أغنامه he run هو ركض to the village إلى القرية أوكي اش قال قال هم come quickly تعالوا بسرعة he said هو قال i have seen أنا قد رأيت a wolf ذئبا شوف قال تعالوا بسرعة هو قال اش قال هم أنا قد رأيت ذئبا راح شي قلول شوف 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 نحن لا نصدقك شوف وي معناها نحن don't لا believe نصدق من أنت لا نصدقك said قال one of the men أحد الرجال and they هم شوف راح يسوون لحظ didn't go to the field لم يذهبوا إلى الحقل يعني ما راح ويقال احنا ما نصدق بيك واحد من الرجال قال and they هم didn't لم يذهبوا to the field the shepherd الرع went back الرجع الم الرجع لو تلاحظ to the field إلى الحقل ويش لقى all of جميع his sheep جميع غنامه where كانت dead ميته he sat down هو جلس undecried وبكى sadly بحزن لاحظ عزيز الطالب هذا بالنسبة إلى الشرح وتفصيل التمرين الثاني بعد عزيز الطالب نروح علما للتمريد الثالث التمرين الثالث هذا هو إنشاء الوحدة الثالثة اللي يكون عزيز الطالب إنشاءك هذا يقل لك write your own story اكتب قصتك الخاصة طبعا بالامتعان هو شي يقل لك يقل لك write هذا يجيب لك يا هذا هذا write اكتب a short story قصة قصيرة about عن a boy ولد our girl our girl our فتاة who tells lies التي أو الذي يخبر الأكاذيب يعني هو ليتشذب أوكي رح يبدأ إنشاءك اللي أنا مجهز لك ب once upon a time يعني معناها ذات مرة أو كان يا مكان في قديم الزمان هذا واحد بعدها رح يضمن إنشاءك ماذا فعل الولد هو أو ماذا فعلت هي إذا كانت ابنية أو ماذا رأى الولد أو ماذا رأت هي إذا كانت ابنية ماذا سمع الولد أو ماذا سمعت هي هل كان كلامهم صح هذا أيضا بالإنشاء هل الناس صدقوا الولد أو البنية أيضا رح يضمن لك يا بالإنشاء ماذا حدث في نهاية الإنشاء أيضا رح يضمن لك يا بعد كيف شعر الولد أو البنية طبعا انت ما تكتب عن الولد وبنية تكتب عن واحد لو ولد له ابنية وتقدر انت تغير بالاسم تقدر تقول بوي تقدر تقول قل لاحظي هذا الانشاء عزيزة الطالب هو هذا انشاء الوحدة الثاثة لو تبني تقول once upon a time ذات مرة عبر الوقت وقلت لك راح اضمن لك ياه وهذه وانا موجودة there was كان هناك a boy ولدا who told يعني ولد who told الذي اخبر his parents ابوي ذات بأن he has هو قد seen راء a big snake افعى كبيرة when in the garden في الحديقة so لذلك they believed him لذلك هم صدقوه they run هم ركضوا to the garden الى الحديقة but لكن there was no snake لم يكن هنالك افعى after that بعد ذلك he laughed loudly الولد السوى ضحك شوف هو ضحك بصوت عالي it was وبعدها اش قال it was انها كانت a lie كذبة so لذلك his father ابو punished him عاقبه and the boy الولد cried sadly بكى بكى بحزن اوكي بصورة حزينة هذا انشاءك عزيز الطالب ولحد لنا قد انتهى درسي انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا